أحمد عنوانه اللي جاي بيقول أفشا و عبدالقادر بيدرسان الرحيل في يناير حال استمرار خروجهم من التشكيل الأساسي طبعاً أفشا كان في وقت من الأوقات نجمي من نجوم النادي الأهلي طبعاً نفس الوقت ما زي بالمناس بواحد من نجوم النادي الأهلي بس حالياً لا يعني لو بصنا حالياً فين أفشا دلوقتي ما بيزهرش في التشكيل الأساسي دايماً بنشوفه بديل وطبعاً بديل قوي جداً ومهم جداً في الأهلي بدليل إنه هو جدد يعني أحمد عبدالقادر برضو هو شايف نفسه وده حقه إنه هو وأنا بحبه جداً وهو لعيب يعني محتاجي يزبط شوية حاجات بس هو لعيب كرة من وجهة نظري لعيب كرة كبير جداً وهو مؤمن بإمكانياته دي وكان عاوز يخرج وكان مرحب بالعارة ولكن كولر عاوز حلو يبقى إمكانياتك كويسة بس تقف تستغيلها؟ مش تبقى إمكانياتك كويسة هو بس ما لو خد الفرصة هو برضو لعيب صغير بس بيصنع لنفسه لو بصينا اللعيب بقى بيصنع لنفسه يعني اللعيب بيوفع الكرة كويس الأهلي كان نقصتوا الحتة دي طبعاً بعد إمام عشور يعني إنت مثلاً لو أنت راجل مدرب في النادي الأهلي أحمد العادر أنا بحب وجهات نصر طبعاً لا كل ناس تحبه في حد يختلف على موايبة أحمد عبدالقادر موهوب جداً بس دلوقتي لو أنت هتختار في تشكيلة النادي الأهلي ناحية الشمال هتختار حسين الشاحات الأول ولا أحمد عبدالقادر لو أنا اللي بقى أنا بحب نوعية اللعيبة أحمد عبدالقادر طيب خطوص تمام هلنرجع للخبر الاتنين أفشة وأحمد عبدالقادر عاوزين يخرجوا للأعارة في يناير لو استمر الأمر زي ما هو كده لعبة بيجي له معروض كويسة بفلوس كويسة لعبة شايفة أن هم أي لعيب كرة بيحب يلعب أساسي صحيح يعني الأهلي طبعاً نادي كبير وكل حاجة بس أحمد عبدالقادر مثلاً عنده أن هو يلعب في فريق أقل من الأهل شوية بس يلعب أساسي صحيح وكلنا شوف نفس موحة طبعاً عمل إيه في سموحة نفس الكلام لأفشة برضو كان عنده أكتر من عرض أبرزهم من السعودية وكان برضو كان فيه كلام من الإمارات أفشة وأحمد عبدالقادر بيشوفوا أن هم الفترة اللي جاية لو مش في الحسابات الأساسية خصوصاً أن هم ممكن أصلاً الفترة اللي جاية يكونوا بعيد شوية مع تقلق ريدا سليم وحسين الشحقات وبيرسي يعني الأهل عنده مجموعة قوية جداً في المركز ده طبعاً إمام عشور لو استمر بنفس الأداء ده صعب يخرج من الملعب أفشة شايف نفسه أنه هو ما ينفعش يكون البديل لإمام عشور هو شايف نفسه كده وحقه فبيفكر وده على الممكن نقوله على لسانه أنه هو بيفكر أنه هو يمشي في يناير يعني على لسان الناس قريبة منه مصدر مكرب منه أنه هو بيفكر أنه هو يمشي هديه منا برضا اللي هو بص هو مش على لسانه هو على لسانه لا هو على لسانه على حد يعني حد قريب منه أنه هو وهو كان بالفعل بيفكر أصلاً يمشي يعني كان قريب جداً أنه هو يمشي خلال بس خلال بص حسن معلوماتي أفشة أنا كنت بتكلم مع أصلاً أنه الثاني الفاتت الموسم اللي فات هو كان بيبقى زعلان وشاف أنه يستحقي وموجود أساسي وشاف أنه مفروض يلعب وده إحساس مش أفشة بس إحساس أي لعب موجود على الدك هو شايف نفسه وبالمناسبة تشكيلة النادي الأهلي فعلاً دلوقتي كلها تنفع تلعب أساسي فالطبيعي اللي بره هيبقى حاس أنه هو ينفع يلعب أساسي والأساسي حاس أنه ما ينفعش يخرج بره فيه لعيبة رادية بالأمر الوقت يعني فيه لعيبة رادية أن هي تبقى على دكة النادي الأهلي وشايف أن ده حاجة جداً ما هدول لما بينزلوا ما بيعملوش حاجة يعني هم بيفضلوا طول الوقت عداك لكن أفشل ما بينزل بيبقى مؤسر طبعاً زي ما كان مؤسر لعيبة كبيرة طبعاً لعيبة فيه برضو لعيبة دي شايفة أن هي عاوزة بتبص النقطة تانية وهي نقطة منتخب مصر لعيبة عاوزة تنضم المنتخب مصر وده هدفها أصلاً الفترة اللي جاي صح فبيفكروا في يناير إن هم لو ما لعبوش هيعرضوا طبعاً على الجهاز الفني والنادي الأهلي مش هيمشوا يعني مش هيلو دراع النادي الأفقى يمشوا عن طريق بموافقة الجهاز الفني طبعاً ممكن نشوفهم هما الاتنين أو واحد فيهم بره النادي الأهلي خلال شهر يناير أو معناية المفحل عبقادر مغامر بطبعه ممكن يعملها ما أعتقدش لا عبقادر أصلاً كان آخر السنة اللي فاتت دي كان عاوز يمشي أصلاً يعني قال النادي الأهلي أنا هجدد بس عاوز أمشي هو مؤمن طاير فعلاً كان عنده عرض بعشرين مليون من زد مين؟ طاير محمد طاير ما عنديش معروس ما أعتقدش كان عنده عرض كبير من زد ومارسيكولر رفض العرض ده تماماً